بسم الله الرحمن الرحيم المستحاضة المعتادة إذا علمت العدد ونسيت موضعه من الشهر علمت أن عادتها ستة أيام لكن نسيت هل هو في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه لها حالتان الحالة الأولى أن لا تعلم موضعه من الشهر مطلقا لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره ما تدري فالحكم أنها تجلس من أول الشهر ستة أيام عادتها ثم بعد ذلك تقتسل وتصلي وتصوم ويعتبر الدم بعد ذلك دم فساد أو دم استحاضة الحالة الثانية أن تعلم أن عادتها في نصف الشهر لكن لا تدري هل هو يوم 15 أو يوم 20 غير متأكدة ولا تعلم ذلك فهنا قولان المذهب أنها ترجع من أول الشهر لسقوط الموضع وتعتد ستة أيام من أول الشهر والقول الثاني قالوا تجلس من أول نصف من أول نصف الشهر يعني من يوم 16 لأنه أقرب من أول الشهر وهذا هو الراجح والله أعلم مسألة الصور في تغير الحيض يتغير الحيض إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالتقدم وإما بالتأخر فمثال الزيادة نأخذ أمثلة على هذه الصور الصور الأولى الزيادة مثال عادتها خمسة أيام فجاءها الحيض سبع أيام إذا زاد يومين فما الحكم قالوا إذا زيادة بعد الخمسة بعد الخمسة الأيام أنها تغتسل لأن عادتها خمسة أيام فبعد الخمسة أيام تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل العبادات كالمبتدئة فإذا تكرر ذلك ثلاثة أشهر الشهر الأول سبع أيام والشهر الثاني سبع أيام والشهر الثالث سبع أيام حينئذ تكون هذه عادتها سبع أيام فزادت من خمسة إلى سبع أيام طيب الصلاة في اليومين الزائدين قالوا طبعا باطلة وليس عليها قضاء والصوم الصوم قالوا تقضي وكذلك الطواف لأنه فعل في وقت حيض تبين بعد ذلك أنه وقت حيض فعليها أن تصوم وعليها أن تطوف هذه بالنسبة لي هذه الصورة الراجح كما ذكره ابن عثيمين في هذه الصورة أنها إذا رأت الدم سبع أيام وزاد يومين فإنه يبقى دم حيض فلا تصلي ولا تصوم لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحيض بوصف منضبط فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمدام هذا الدم موجود فهو حيض بصفاته المعتادة الصورة الثانية التقدم عادتها في آخر الشهر فجاءها في أول الشهر فعند الحنابلة يقول إذا تكرر ثلاثا فهو حيض وإلا فليس بشيء والصحيح أنه حيض وأنها تمتنع لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل ما يحرم عليها بالحيض لأنه تم حيض كما أسلفنا وأنه وصفه منضبط كما ذكرنا في الآية السابقة ومثال التأخير صورة التأخير عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره عادتها ستة أيام في أول الشهر فأصبحت ستة أيام في آخر الشهر المذهب الحنبلي قالوا إذا جاءها في آخره فإنه ليس بحيض لأن عادتها أنه في أول الشهر فلا تجلس بمعنى لا تمتنع عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن العبادة ولزوجها أن يأتيها وإن كان فيه صفات الدم دم الحيض حتى يتكرر ثلاثا فإذا تكرر ثلاثا علمنا بعد ذلك أن عادتها قد انتقلت من أول الشهر إلى آخر الشهر فحينئذ تقتسل وما كانت فعلته من عبادة تقضى في آخر الشهر فإنها تقضيها هذا هو المذهب الراجح قال بالعثيمين الراجح أنه إذا تأخرت عادتها واجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصوم لأنه حيض وهو معلوم بوصفه الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أذى فمدام كذلك فإنه حيض وهذا هو الراجح الصورة الرابعة النقص عادتها سبع أيام فحاضت خمسة أيام نقصت يومين عكس الصورة الأولى ثم طهرت بعد خمسة أيام طهرت فإنه يجب عليها أن تقتسل وتسلي وتصوم لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله وهذه المرة أصبحت طاهرة بعد خمسة أيام أصبحت طاهرة وقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم وهذه المرة أيضا لم تعود حيظ انتهى حيظها حينئذ تكون طاهر وتفعل الصلاة تقتسل يجب عليها الامتسال وتفعل العبادة التي كانت ممنوعة منها بالحيظ مسألة الصفرة 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 والكدرة في الحيظ سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيظ على ذلك بحديث روته أم عاطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا إذن بعد أن تطهر من الحيظ وقبل الحيظ لا يعتبر شيء أما في زمن الحيظ فهو حيظ القول الثاني أنه ليس بحيظ مطلقا سواء كان هذه سواء كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيظ أو قبل أو بعد واستدلوا أيضا برواية أخرى لأم عاطية أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا فهنا لم تقل بعد الطهر وإنما عممت شيئا فسواء كان في الحيظ أو في قبل أو بعد فإنه لا يؤثر لكنه ينقض الوضوء إلى شك وقيل وهذا هو القول الثالث قيل أن الكدرة والصفرة حيظ مطلقا سواء كان ذلك قبل الحيظ أو كان في أثناء الحيظ أو كان بعد الحيظ فإنه حيظ لماذا؟ قالوا لأنه خارج من الرحم وهو منتن فحكمه حكم الحيظ من رأت الدم يوما ويوما رأت نقع هذه مسألة يوم ترى الدم ويوم ترى أنه نقع لا وجود للدم مثال امرأة إذا أذن المغرب رأت الدم وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الطهر فما الحكم؟ هنا قولان القول الأول أن الدم إذا رأت الدم فهو حيظ ويأخذ أحكام الحيظ وتمتنع عن الصلاة وعن الصوم وعن أن يأتيها يقربها زوجها ووقت النقى إذا لم ترأ الدم فهو طهر ويأخذ أحكام الطهر فتصلي وتصوم وتفعل العبادة ولزوجها أيضا أن يأتيها لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدم فمدام وجد الحيظ فيأخذ أحكام الحيظ وإذا انقطع الحيظ وأصبح الطهر فتأخذ أحكام أحكام الطهر القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طخرا إذا رأت 12 ساعة أو 6 ساعات أو نحو ذلك رأت نقاء فإنه لا يعد ذلك طهرا وإنما تبقى حيظ لأن عادة النساء أن تجف يوما وليلة حتى في أثناء الحيظ فقد لا ترى الطهر إلا بعد 12 ساعة فيكون حينئذ حيظ فتبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها حتى تتأكد أنها أصبحت طاهرة طاهرة من الحيظ ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها للنساء أنها كانت تقول إذا حضرنا لها الكرسف وهو القطن فإنها كانت تقول لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء أي لا تقتسن ولا تصلين حتى ترين القصة البيضاء وهو علامة الطهر ما لم يعبر أكثر الحيظ فإن عبر أكثر الحيظ فحينئذ يكون دم استحاضة وله أحكام دم الاستحاضة هذا والله أعلم دم دم دم